شو بتقول؟ قلت له أنا جندي وأنت القائد فالجندي بيتبع شو اللي بقوله القائد؟ قال لي ما في مشكلة؟ قلت له أبداً أنا سؤالي حضرتك كنت رئيس الوفد الأردني في مؤتمر مدريد لا هذا كله قدر بعدين وبعدين وبعدين أنت العراب الأساسي لاتفاقية والي عربة نعم أنت لو قعت هل هناك علاقة وطيدة أو علاقة عضوية بين حرب الواحد والتسعين حرب الخليج الثانية وبين هذه المنتجات؟ طبعاً طبعاً أصلاً أي سلام في الدنيا ما بيجي إلى بعض حرب فحرب الخليج إذا إلها فائدة يعني إذا بدك تعتبر واحدة من مواطعياتها تغير الاستراتيجية الغربية نحو إسرائيل التي كانت مخفراً متقدماً لحراسة البترون هي القوة الضاربة التي موجودة في المنطقة الآن وقد جاءوا إلى المنطقة هم وأنفسهم واحتلوا الخليج لم يعد في موقف يعني ما عادت الاستراتيجية تتطلب إسرائيل بنفس الطريقة لكن إسرائيل صديقة وأنقزة ولذلك بدأت حركة السلام يعني نتائج حرب الخليج بها حسنات يعني عناصر القوة بالأمة انتهت عناصر القوة اللي هي العراق العراق انتهت ولذلك هم بدأوا بالسلام بدأوا بالسلام وحجج إسرائيل اللي مستمر أنه في قوات العراقية والبصرية قول المصرية كانوا عاملين الاتفاق بالسلام أنه ما فيش تخافوا يعني أمنياً أنه العراق هي العراق انتهى يعني ما عاد عنده جيش اللي يخوف فلذلك وهم قعدوا على البترول إذا البترول ما عاد بده حراسة هم مباشرة ثم موجودين إذن يجب أن تتغير العلاقة مع إسرائيل وتصبح تدخل في عملية السلام في الجولة الأولى الجيمس بيكار ستثنى الأردن ما أجل الأردن أولى والتانية والتالتة ليه لأنه لا يريد الأردن يظهر أن هناك ترتيباً آخر في عقلهم بدل الأردن وأنا أخشى أن يكون هذا كان الترتيب هو الوطن البديل لأنه الأردن الوحيد بين الدول العربية المهدد بالوطن البديل سوريا غير مهددة طبعاً إحنا المهددين بحجة أنه عندنا أحداد كبيرة من الفلسطينيين ولذلك فلتقوا من الدولة الفلسطينية في الأردن وحلوا المشكل وهذا ما تريده إسرائيل فتوافقت الأمريكان معهم يظهر أنه هذا الذي جرى ولذلك رفض لكن جلالة الملك الله يرحمه كان له علاقات كثيرة مع عديد من السياسيين الغرب توصل أنه لا يمكن أن يكون سلماً في المنطقة بدون الأردن فجاءوا وات jedes من الذي أوصل الغرب إلى هذه القناعة؟ من الذي أوصل الأمريكان والغرب إلى هذه القناعة؟ عدم اشتراق الملك حسين غضب على الملك حسين أنه شريك مع العراق من الذي أوصل الغرب على أنه لا يمكن أن تتم تسوية بدون الأردن؟ أقول لك الملك حسين كانت حجة أنه لا يمكن أن يقوم سلام بدون الأردن ولذلك قبله وجاء جيمس بيكر للمفاوضة على أنه ندخل السلام كيف تم اختيار الدكتور عبدالسلام مجالي رئيس الوفد الأردن في مؤتمر مدري وماذا جرى في ذلك المؤتمر أصلا أولا تم اختياري لا أدري ليش لكن ثقة جلالة الملك فوق كل شيء بس أهم نقطة أنا أؤمن بالسلام يعني قبل أن أذهب لمفاوضة السلام أنا أؤمن بالسلام وهذا الإيمان نتيجة دراسة علمية أن القوى الموجودة في العالم العربي والقوى المناهضة إلها في الطرف الثاني القوى هذه أكبر منها بكثير لذلك الحل العسكري باعتقادي بذلك الظرف ولا يزال لليوم غير متوفر غير ممكن ولذلك ما هو الحل إذن الحل السلمي هو نفس مبادئ الملك عبدالله الأول عندما عرض على العرب أنه أنه امشوا في السلام خير لكم من الحرب واتهم بالقيانة قبل أن تغادر فليش انتخبني ما بعرف لكن لما طلب إلي لم أجادر ولم أسأل ليش ولم أسهل فقبلت في ذلك مع أنه ليس لدي أي تجربة في الدبلوماسية إطلاقا قبل أن تغادر إلى المؤتمر التقيت مع جلالة الملك طبعا لا بد أن يكون إيجاز مداولة الحقيقة يعني لما أنا بالصدفة كنت في باريس وعملوا لي تليفون جلالة الملك بدي يشوفك ما عرفتش ليش رجعت فذهبت إليه أبدا موقفت ممكن دقيقتي قال إحنا كما تعلم أنه ذاهبين إلى السلام وتم اختياري لك أن تقود هذا السلام شو بتقول قلت له أنا جندي وأنت القائد فالجندي بتبع شو اللي بقوله القائد قال لي ما في مشكلة قلت له أبدا وفعلا هيك قبل ما أسافر قبل ما نسافر مرينا عني طبعا نودعه وخصوصا لا أعطت غيارته خاصة أننا نطلع فيها قلت له جلالة الملك يعني شو اللي بتؤمر يعني شو بتريد فقل لي طلع علي قل لي أنت بتطلب مني أنا أعطيك تعليمات أو توجيهات شو التوضع ما تقبل أنت أقبل أنا والشعب الأردني كله بيقبله هاي التعليمات هذا زرع ثقة لا حد لا حد لا فالمشكلة اللي انخلقت هي إنه لما كانت الأوضاع العربية كلها تطالب بحل سلمي لكن عن طريق مؤتمر دولي مؤتمر دولي طمعا في إيش إنه المؤتمر دولي بيكون في خمسة دول القوية المجلس الأمن الدائم في اثنين منهم في احتمال يقفوا إلى الجانب العربي والاتعاد السوفيتي وقتا والصين احتمالات وفرنسا نص نص بينما إنجلترا وأمريكا مع إسرائيل على طول القط يطمعوا بهذا إسرائيل ترفض ذلك رفضا باتا من هجل هذه ما بداش أنه يعني يكون من جانب العرب أي نوع من القوة لأنه هي قوتها يعني تلت ارباع أو تسعين بالمئة من قوتها تأتي من القوة الغربية في عندها قوة ذاتية لكن القوة الغربية القوة الهائلة اللي مع إسرائيل هي الغرب اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا إلى آخر فبيكر وفي دول إلها مصلحة بيكر نجح بوضع المعادلة جلب الجميع إلى السلام وهو إنه العرب بدك مؤتمر دولي هاي مدريد إسرائيل بدك مباشرة هاي واشنطن الدول الآخرة لإلوميزاج هاي الملتلاترال المتعدد الأطراف كل عاصمة في العالم صارت محل إنه يصير فيه مفاولة نجح لك لما إجا بده يدعي كيف بده يدعي الفلسطينيين كيف يشارك الفلسطينيين بدعيهم مراقبين ولا دولة هما مش دولة فوقعت الإشكال فالإشكال إن حل إنه يجوض من وفدكم إنه يكون الوفد الأردني طبعا الوفد الأردني مفروض أن يكون 14 شخص مثل الوفد اللبناني مثل الوفد السوري مثل الوفد الإسرائيلي مثل الوفد الأمريكاني كله 14 14 ليش هذا الرقم انتخبوا رقم بصر ليش ما معرف لكن هكذا كان الرقم لأنه قديش بيقدر يفوت إلها بالفزلكات الدبلوماسية اللي أنا ما بفهمها المهم كانت معضلة يعني كيف بدهم يدعوها مراقبين ما بجوز دولة مش دولة وبدل هزم يكونوا فاخترعت أن يكونوا ضمن الأهدل نص الوفد الأردني الأربعة عشر يعني السبعة يكونوا أردنيين والسبعة فلسطينيين وهكذا كان اه مش بس هيك إسرائيل كانت حتى اللي بدهم يروحوا مش لازم يكونوا من المنظمة التحرير الفلسطينية ما بجوزش منين هيك سياستهم ما بدهم مش أي من أما أفراد هيك يجري فاوضوا أهلا وسهلا فاختارتهم اختاروهم الأمريكان من جهات يعني يعتبروا مستقلين مش من المنظمة ويجب أن لا يكون أي واحد منهم عايش في القدس أو له ملك في القدس بس مش مهينة هاي الشروط طبعا مهينة مهينة لكن ترايا بدك تسوي سلام بدك تاخد طبعا هذا الحكي مع الأمريكان مش مع العرب بس السلام السلام بي حد أدنى من الكرامة خلينا أكمل لك على الكرامة مياه نرجع على العواطر فجلالة الملك طبقوا معهم على على سبعة وسبعة لكن بالقسم الأردني حطت اثنين واحد كان هو محافظ القدس والتاني ابن القدس اسمه وليد الخالدي أستاذ اثنين حطهم بالجهة الأردنية مشان ما يقدروا يعترضوا عليها ما انت يعني عدوك ماسك فبدك مورفين بدك أي إشي حتى تطلع اللقمة من تمك وإلا ما هذا بينهم اما احنا احنا المهارة السياسية طبعا فالمهم ذهبنا وطبعا إسرائيل لم تأتي بخاطرها أنا قال لي بيكر وأصلا أعلم في كتابه لما حاول أنه يخليهم يجوا للمؤتمر الدولي هذولك رافضين مؤتمر دولي إطلاقا اللي رمل شو اسمه حتى استخدم عبارة قال هاد شامير فرب هز نوز يعني جريته ووقت أعلن حط قال هاي تليفوني لما بتوافقه بتحكوا معي بالتليفون لاش أبير يعني صارت أزمة فغصبا عنه إجا بينما طبعا الكلام كله أنه العرب اللي إجوا بالغصب العرب ما إجوا بالغصب العرب كلهم بدهم سلام إسرائيل اللي ما بدها بتتكلم بالسلام لكنها ما بدها سلام موقف عرفات ومنظمة التحرير شو من هالك نفس الشي ما قدروش ما يعني ما استطاعت ولا استطاعهم بالعكس يعني إرهابيين هذول بيعتبروهم إرهابيين يعني اللي بدي أقوله أنه السلام جاء نتيجة تغير الاستراتيجية الغربية بالمنطقة كلها بالمنطقة كلها وإلا مو خوفا مننا